بحضور قادة الإيرانيين عقد اجتماع سري ليلة الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد في الثلاثين من شهر كانون الأول الماضي لقادة ميليشيات الحجد والهدف منه هو حفظ ماء وجههم بعد الاستهداف الأمريكي المباشر لعناصر تلك الميليشيات لا سيما بعد الغارة التي خلفت عشرات القتلة في صفوف ميليشي حزب الله العراقي في القائم أما عن كيفية الرد المنتظر فخلص الاجتماع إلى تنظيم تظاهرة سلمية داخل المنطقة الخضراء وأين؟ أمام السفارة الأمريكية في بغداد والغرض منها دغداغة مشاعر عناصر ميليشيات الغاضبة وامتصاص سخطها بشكل سلمي دون أن يثير ذلك حفظة واشنطن تفاصيل الاجتماع السري كشفت عنها وسائل إعلام الأمريكية حيث عقد داخل مزرعة بمنطقة الزعفرانية جنوبي بغداد تابعة لزعيم ميليشيا كتائب الإمام علي شبل الزيدي وضم أبرز زعماء الميليشيات مثل هادي العامري وابو مهدي المهندس وفالح الفياض وأكرم الكعبي وقيس الخزعلي وتم بإشراف قائدين عسكريين إيرانيين وهما علي أكبر محمدي وآغ شاهين لكن ما يثير السخرية بحسب المصادر ذاتها هو تكليف فالح الفياض لإشعار القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد عن مكان وموعد تلك التظاهرة الوديعة التي ستستمر لثلاث ساعات فقط وتقتصر على التجمع في محيط السياج الخارجي للسفارة مع ضمان عدم اقتحامها أما هادي العامري فقد كلف بدور مماثل لإيصال رسالة بالمضمون نفسه إلى السفير البريطاني وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وإعطائهم ضمانات بأن المتظاهرين لن يقتربوا من مقرات سفاراتهم المصادر نفسها أكدت أنه تم الطلب من قيس الخزعلي وأكرم الكعبي وريان الكلداني وعدد من قادة الميليشيات أن يجمعوا نهوى 20 ألف عنصر تابعاً لهم من أجل المشاركة في تلك التظاهرة وإعطاء أوامر لحمايات المنطقة الخضراء بعدم اعتراض طريقهم والمرور عبر بوابة الجسر المعلق حتى الوصول إلى وجهتهم كما طلب المجتمعون من ريان الكلداني وشبل الزيدي توفير الدعم اللوجستي لنقل عناصر هذه الحشود وإطعامهم فضلاً عن دفع مئة دولار أمريكي لكل شخص وأيضاً توفير المكان لمن يريد المبيد في بغداد وعلى الرغم من ذلك الاجتماع الذي أفرز هذه التظاهرة مدفوعة الأجر إلا أن الرد الأمريكي الذي جاء بعد أيام قليلة بعثر أوراق الميليشيات مجدداً بعد قرار واشنطن طي صفحة قاسم سليماني وأبو مهد المهندس الذي كان ركن الأساسياً في ذلك الاجتماع بشكل نهائي